أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلومات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح عنا بها أشكال حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم أن تعلم الغيوب وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع برنامجكم المتجدد آيات تعنيك هذا البرنامج الذي نتناول فيه في كل مرة آية من كتاب الله عز وجل هذه الآية تعنيك أخي المشاهد تعنيك أختي المشاهدة اليوم لنا وقفة مع آية من صورة الحج وهي قوله تعالى وَلَيُّ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ هذه الآية أو هذه الجملة الكريمة جاءت في سياق الحديث عن تهديد المشركين الذين يحاربون الدعوة ويحاربون الإسلام الذين قابلوا كلام محمد صلى الله عليه وسلم وقابلوا رسالته بالتكذيب والاستهزاء والسخرية فقال سبحانه وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَيُّ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ من بين التكذيب الذي صدر منهم أنهم قالوا فليعجل لنا بالعذاب وكأنهم لم يصدقوه بل كذبوه قالوا عجل عجل هذا العذاب الذي وعدتنا عجل به وسبحان الله في آية أخرى كما حكى عنهم ربنا جل وعلا في القرآن الكريم وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ هي المنطق والسياق فاهدنا هما قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء أويتنا بعذاب أليم فالله سبحانه وتعالى رد عليه في هذه الآية قال وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ أَيْ يَطْلُبُونَ تَعْجِلِ الْعَذَابِ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَيْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهِ أي وعد الله قائم ووعد الله تام وعد الله لا يخلف الله وعده كما ذكر ربنا ذلك في ختام الحديث عن الواقع بين الفرس والروم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لما في ختام الآية وعد الله لا يخلف الله المعاد وفي آية أخرى وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهِ كل هذه الآيات والنصوص تدل على أن الله عز وجل لن يخلف وعده لن يخلف وعده بالنسبة للمؤمنين ولن يخلف وعده بالنسبة للكافرين والمشركين والمنافقين والملحدين وهذا يسمى وعد وعد من الله تبارك وتعالى قل أفأون بأكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وعد وعد الله أهل الكفر بأنه سيدخلهم النار وفي آية أخرى وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى هذا وعد من الله تبارك وتعالى على أن المفتري سيخيب سيخيب في الدنيا وسيخيب في الآخر فهذه الآية وَلَنْ يُخْلَفَ الله وعده هذه من فرض ما تخوفش المؤمن بالعكس تعطيه راحة وطمأنينة وسكينة بأن وعد الله عز وجل يعني سيأتي والله لا يخلف وعده سواء في الدنيا أو في الآخرة في الآخرة وعدنا ربنا جل وعلا بأنه سيدخل أهل الإيمان وأهل التقوى أنه من أهل الجنة قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم ما يشاءون فيها خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا كان على ربك وعدا مسؤولا أنت لما علمت بأن الجنة هي وعد للمتقين احرص على أن تكون من المتقين وزيد أدعى ربي السؤال وعدا مسؤولا أن يسألوا أهل الإيمان يسألون ربهم بأن يدخلهم الجنة بالوعد الذي وعتهم ولذلك في الآية الكريمة ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك والرسل ماذا وعدوا الأتباع وعدوهم بأنهم من أهل الجنة وأن الله سبحانه وتعالى سيدخلهم الجنة وعاد الله المومين والمومنات جنات تجري من تحتها الأنهار هذه وعود قرآنية لأهل الإيمان فاحرص على ذلك حتى تكون من الفائزين بالنسبة لنا أهل الإيمان إذا أردنا أن نفهم هذه الآية وأن نسقطها على واقعنا في قوله تعالى ولي يخلف الله وعده هناك عود من الله سبحانه إما في القرآن الكريم أو إما عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم فعليك أن تصدق هذا الوعد والتصديق الوعد هو جزء من الإيمان اللي عنده شك في وعد الله فليراجع إيمانه اللي عنده شك في وعد الله سبحانه فليراجع إيمانه فالتصديق بالوعد هذا جزء من الإيمان والأضرب أمثلة على ذلك لما يقول ربي جل وعلا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ رَازِقِينَ أليس هذا وعد؟ أليس هذا وعد من الله تبارك وتعالى بأنك إذا أنفقت الله عز وجل يخلف لك وأضعاف مضاعفة يعني ماشي نفس القيمة بالعكس ربي يبارك فيها يمحق الله الرباء ويربي الصدقات ويربي الصدقات بالحسنات وحتى يربيها ماديا أنها تعود إليك أضعاف مضاعفة ما نقص مال من صدقة فالذي لا ينفق ويشوف بأن النفق لما يخرجها لما يخرج دينار أو دينارين أو أكثر لما يشوف بأنه لما يخرج هذا المبلغ ضاع منه وراح ونقص من ماله فأين أنت من وعد الله سبحانه؟ ويره إلى الإيمان ويره إلى التصديق بهذا الوعد الرباني وما تنفقه من شيء فهو يخلفه ولي يخلف الله وعده ربي ما يخلف شوه وعدك بأنه يخلف لك فقط تحتاج إلى إيمان وإلى تصديق وإلى يقين في الله تبارك وتعالى لما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسى له في عمره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه لحب طول العمر وسبح الله هذا الحديث هذا الحديث يتضمن بشارة بطول العمر للذين يصلون أرحمه وبشارة بالغناء للذين يصلون أرحمه فليصل رحمه ووصلوا الرحم بزيارتها والسؤال عنها كل الرحم في المقدمة الوالدين ثم الأبناء ثم الإخوة ثم يعني الأقرب فالأقرب صلة الرحم بالزيارة بالسؤال عنهم بتقديم العون لهم بكف الأذى عنهم تقدم لهم الحاجات يعني إذا كان في مشكلة توقف معه وهكذا هذه هي صلة الرحم القطيعة هي عدم السؤال عدم الزيارة عدم الدعوة في الولائم وفي المناسبات هذه هي قطيعة من أراد أن ينسى له في عمره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه هذا وعد من الله لك أخي المؤمن فجدد النية وثق في وعد الله ثق في وعد الله وسترى العجب بإذن الله تبارك وتعالى تكون عندك هذا النية نية أولى الامتثال لأمن الله تبارك وتعالى ونية تحقيق هذا الوعد وعد في المستقبل لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن قراءة صورة الواقعة بإذن الله تبارك وتعالى تقي الفقر لما يقرأ صورة الواقعة وقد ورد عن عبد الله بن مسعود أنه لما جاء في موته قال تركت لبنات الواقعة فهذا وعد من الله أكثر من قراءتها واحد الإنسان كان واحد الإمامي يتكلم عن القضية هذه فسبح الله شوفه وش يقول له هذا الإنسان قال قرنا ما شفنا والو لا حول ولا قوة إلا بله وكأنه حب يجرب ربي سبحانه وتعالى أو شيء من هذا القبيل هذا مرفوض فأجابه ذلك الإمام بحكمة وتبصرة قال هل أنت مريض أو أحد من أبنائك أو الزوجة قال له لا قال له هذا أعظم غناء لما ما كشتروح للطبيب وما كشتري الدواء هذا يعني رك وفرت على نفسك أموال كبيرة فالغناء يا أحبابنا ليس فقط النقود العافية في البدن وفي الأولاد وفي الرزق وفي العقل وفي الصحة وفي البصر ومن هنا نقول ولي يخلف الله وعده إذن ثق في الله صدق وعد الله عز وجل ستكون إن شاء الله من الفائزين في الدنيا والآخرة أسأل الله لي ولكم ختاما أن يوفيقني ربي وإياكم الخير والصلاح والإصلاح بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة